السلام عليكم ورحمة الله هذا الأسبوع تطرقنا إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام إن شاء الله لقد بدأنا الجزء الأول والجزء الثاني اليوم إن شاء الله بمشيئة الله سوف نتطرق إلى الجزء الثالث على بركة الله اللهم صلي على سيدنا محمد قال تعالى ودخل معه السجن فتيان قيل كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه يعني الذي يلي طعامه وكان الملك قد اتهمهما في بعض الأمور فسجنهما فلما رأى يوسف في السجن أعجبهما سيمته وهديه وطريقته وقوله وفعله وكترة عبادة ربيه وإحسانه إلى خلقه فرأى كل واحد منهما رؤية تناسبه قال أهل التفسير رأيا في ليلة واحدة أما الساقي فرأى كأن ثلاث قطبان وقد أورقت وأينعت عن عقيد العنب فأخذها فاعتصرها في كأس الملك وسقاءه ورأى الخباز كأن على رأسه ثلاث سلال من خبص ودوار الطيور تأكل من السل الأهلا فقصاها عليه وطلب منه أن يعبرها لهما وقال إن نراك من المحسنين فأخبرهما أنه عليم بتعبيرها خبير بأمرها قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا أنبعتكم بتأويله قبل أن يأتيكم قيل معناه مهما رأيتما من حلم فإني أعبره لكم قبل وقوعي ليكون كما أقول وقيل معناه أني أخبركم بما يأتيكم من الطعام قبل مجيئه حلوا وحامضا كما قال إيسا وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم صورة آل عمران وقال لهما إن هذا من تعليم الله إياي لأني مؤمن به موحد له متبع ملة آباء الكرام إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا أي بأن هدانا لهذا وعلى الناس أي بأن أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندلهم عليه وهو في فطرهم مركوز وفي جبلتهم مغروز ولكن أكثر الناس لا يشكرون ثم دعاهم إلى التوحيد ودم عبادة ما سوى الله عز وجل وصغر أمر الأوتان وحقرها وضعف أمرها فقال يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم آباءكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أي هو المتصرف في خلقه فعال لما يريد الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء أمر أمر لا تعبد إلا إياه أي وحده لا شريك له ذلك الدين القيم أي المستقيم والصراط القوي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي فهم لا يهتدون إليه مع وضوحه وظهوره وكانت دعوته لهما في هذه الحال في غاية الكمال لأن نفوسهما معظمة له منبعث على تلقي ما يقول بالقبول فناسب أن يدعوهما إلى ما هو الأنفع لهما مما سألا عنه وطلبا منه ثم لما قام بما وجب عليه وأرشد إلى ما أرشد إليه قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا قالوا وهو الساقي وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قالوا وهو الخباز قضي الأمر الذي تستفتيان أي وقع على محالة ووجب كونه على كل حالة ولهذا جاء في الحديث الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكرى ربه فلبيت في السجن بضع سنين سورة يوسف يخبر تعالى أن يوسف عليه السلام قال للذي ظنه ناجيا ناجيا منهما وهو الساقي أذكرني عند ربك يعني أذكر أمري وما أنا فيه من السجن بغير جرم عند الملك وفي هذا دليل على جواز السعي في الأسباب ولا ينافي ذلك التوكل على رب الأرباب وقوله فأنساه الشيطان ذكر ربه أي فأنسى الناجي منهما الشيطان أن يذكر ما وصاه به يوسف عليه السلام فلبت يوسف في السجن بضع سنين والبضع ما بين الثلاث إلى التسع قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما واتذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجعوا إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فضروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلنا ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغات الناس وفيه يعصرون صورة يوسف وكان هذا من جملة أسباب خروج يوسف عليه السنة من السجن على وجل الاحترام والإكرام وذلك أن ملك مصر وهو الريان بن الوليد بن تروان بن أراشا بن فاران بن عمر بن عملاق بن لاد بن سام بن نوح رأى هذه الرؤية قال أهل الكتاب رأى كأنه على حافة نهر وأنه قد خرج منه سبع بقرات سمان فجعلنا يرتعن في روضة هناك فخرجت سبع بقرات هزال ضعاف من ذلك النهر فرتعن معهن ثم من عليهن فأكنهن فاستيقض مضعورا ثم نام فرأى سبع سنبلات خضر في قصبة واحدة وإذا سبع أخر دقائق يابسات فأكلنهن فاستيقض مضعورا فلما قصها على ملائه وقومه لم يكن فيهم من يحسن تعبيرها بل قالوا أضغط أحلام أي أخلاط أحلام من الليل ولما أحاط الملك علما بكمال علم يوسف عليه الصلاة والسلام وتمام عقله ورأيه السديد وفهمه أمر بأحضاره إلى حضرته ليكون من جملة خاصته فلما جاء الرسول بذلك أحب أن لا يخرج حتى يتبين لكل أحد أنه حبس ظلمة وعدوانا وأنه بريء الساحة مما نسبوا إليه بهتانا قال رجع إلى ربك يعني الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم أي فمر الملك فليسألهن كيف كان امتناعي الشديد عند مراودتهن وحتهن على الأمر الذي ليس برشيد ولا سديد فلما سئلنا عن ذلك اعترفنا بما وقع من الأمر وما كان منه من الأمر الحميد قل نحاش لله ما علمنا عليه من سوء فعند ذلك قالت امرأة العزيز وهي زليخة الآن حسحس الحق أي ظهر وتبين ووضح والحق حق أن يتبع أنا راودته عن نفسه ولأنه لمن الصادقين أي فيما يقوله ومن أنه بريء وأنه لم يراودني وأنه خبس ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا وقوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين قيل إن كلام يوسف أي إنما طلبت تحقيق هذا ليعلم العزيز أني لم أخنه بظهر الغيب وقيل إنه من تمام كلام زليخة أي إنما اعترفت بهذا ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر وإنما كان مراودة لم يقع معها فعل فاحشة وهذا القول هو الذي نصره طائفة كبيرة وكثيرة من أئمة من الأئمة وغيرهم ولم يحكي ابن جرير وابن أبي حاتم سوى الأول وما أبرئ نفسي إن النفس العمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحي قيل إنه من كلام يوسف وقيل من كلام زليخة وهو مفرع على القولين الأولين وكونه من تمام كلام زليخة أظهر وأنسب أقوى والله تعالى أعلم لما ظهر للملك براءة عرضه ونزاهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه مما نسبوا إليه قالوا اتوني به أستخلصه لنفسي أي أجعله من خاصتي ومن أكابر دولتي ومن أعيان حاشيتي فلما كلمه وسمع مقاله وتبين حاله قال إنك اليوم لدينا مكين أمين أي دو مكانة وأمانة قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم طلب أن يوليه النظر فيما يتعلق بالدولة لما يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضي سبع سنين الخسب لينظر فيما يرضي الله في خلقه من الحسيات لهم والرفق بهم وأخبر الملك أنه حفيظ أي قوي على حفظ ما لديه أمين عليه عليم بضبط الأشياء ومصالحه ومصالح الأمة وفي هذا دليل على جواز طلب الولاية لمن علم في نفسه الأمانة والكفاءة قال تعالى وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء أي بعد السجن والضيق والحصر صار مطلق الركاب بإذب ديار مصر يتبوأ منها حيث يشاء أي أين يشاء حل منها مكرما محسودا معظما نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين أي هذا كله من جزاء الله وتوابه للمؤمن مما مع ما يدخر له في آخرته من الخير الجزيل والتواب الجميل ولهذا قال ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا الأمر للذين آمنوا وفي الأمر مصلحة عدم بعد ذلك والسلام عليكم ورحمة الله انتهينا من الجزء التالي سوف نتطرق إلى الجزء الرابع إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة